تقديرا لجهودها المتميزة في مجال حماية البيئة وتتويجا للنقلة الكبيرة التي أحدثتها في غرس مبادئ الاستدامة في المجتمع الإماراتي توجت الأمان العامة لمنظمة المدن والعواصم الإسلامية ومركز التعاون الأوروبي العربي أبو ظبي كعاصمة للبيئة العربية لعام 2015 ولم يتحقق هذا الإنجاز بين ليلة وضحاها إنما هو غرس غرسه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثرى في مجال حماية البيئة حيث وجه بالاهتمام بها وإقامة المحميات وتوسيع الرقعة الخضراء في دولة شكك المختصون في مجال البيئة بأن تتحول من منطقة تحدها الرمال من كل صوب وحدب إلى جنة خضراء يضرب بها المثل في المحافل العالمية كما أن اهتمام الدولة بالمحميات الطبيعية عكسه إقامة محميات في أبو ظبي تحوي عددا من الحيوانات المهددة بالانقراض ما نتج عنه زيادة ملحوظة في عددها فرفع عنها التصنيف بفضل العناية بها وتعتبر محمية الوثب البرية ومنتزه القرم الوطني من العوامل الرئيسية التي ساهمت في الحفاظ على عدد من الأشجار والطيور والحيوانات التي شرفت أغلبها على الانقراض كما أنه يوجد في محمية صير بنياس منتزه الحياة البرية العربية الذي يعتبر موئلا لأكثر من عشرة آلاف من الحيوانات التي تتجول في ربوعه بحرية فهو من أكبر محميات الحيوانات البرية في منطقة شبه الجزيرة العربية حيث يغطي أكثر من نصف مساحة الجزيرة اهتمام جعل إمارة أبو ظبي إحدى أهم الوجهات للمهتمين بالمحميات الطبيعية وصف البعض هذا التحول بالمعجزة فكيف تستطيع خلال فترة قياسية من تحويل الصحراء القاحلة إلى جنة خضراء